أقول لكم أنه النهاردة برضو الأهلي أعلن عن محمد كامل مستشاراً تسويقياً لمجموعة شركات الأهلي الأهلي شغال على مستوى أنه كيفية جني الأموال والاستفادة من كل أصل من أصوله عشان يدخل فلوس للنادي ودي نقطة مهمة جداً اتكلم عليها المهندس عدل القيعي رئيس شركة الكرة اتكلم عليها النادي الأهلي من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة أنه عندنا أزمة وكان إعلاناً واضحاً عندنا أزمة على مستوى الفلوس السيولة وأمر جيد جداً أنك تكون بتدور على الحلول بدلاً من الشكوى فقط أزمة مالية؟ آه تمام أيها بعدين ما أنت اللي مسؤول هتعمل إيه؟ طب أنا أعب أتفرج أنت إيه رأيك؟ إيه موقفك؟ ده كلام أي حد فبالتالي تحرك مجلس الإدارة لأنه يلا نفكر يلا نسوق يلا نستغل بفتح الفروع بأن إحنا نستغل اسم الفريق اسم الفريق اسم السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي الديجيتال دي كلها أمور مهمة جداً وأعتقد أنها تأتي بثمار مهمة لأننادي الأهلي وده اللي بيخلي الأهلي هايفرق أنه بيشتغل بيشتغل وبيحط دي على الأخطاء وحتى لما بيحس أنه هو وقع في فخ أنه أنتوا بتظلموني أنتوا جايين علي بيتدارك دا سريعاً ولأ تعالوا نركز ونحط حلول ويعرف يكشر ويعرف يبصوا قدامه أمور إيجابية جداً برافو النادي الأهلي كالعادة على هذه الأمور أما على مستوى الكرة فأقول لكم أنه الأهلي أعلن إصابة محمد الشناوي في السمانة رغم أنه كان شارك مبارح في التدريبات واشتكى قدام التراجي وبالتالي واضح أنه مش هيلحق على ما يبدو أو هيريحه مستر مرسيل كولر لمباراة العودة في يوم الجمعة المقبلة وربما نجد علي لطفي دا غير أنه موقوف 3 ماتشات من الدوري بعد كده فواضح أنه ياخد فترة راحة عشان يجهز لمباراة النهائي أمام سانداونز أو الوداد إن شاء الله لما الأهلي يحسم التأهل رسمياً سريعاً برضو جداً في خلال ديئتين نهاردة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الأستاذ محمد مصلحي تقدم باستقالته لوزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي هو أكد على تمسكه بهذا القرار اللي بيجي بعد شهور من تفكيره في أنه يتقدم باستقالته أعتقد أن العامل المشترك هو فكرة الانتقاد الجماهيري اللي أحياناً بيصل إلى حد التجاوز وقت تراجع النتائج أو وقت الخسائر إن برحل الاتحاد خسر بطولة الدوري على مستوى السلة أمام الأهلي بعد سلسلة مباريات وصلت إلى أربعة وبعدها شفت أنا برضو انتقادات فبيشعر رئيس مجلس الإدارة أنه ما فيش تقدير بيحصل لمجهوداته هو لها يعمل مجهود كبير قوي يعني ونفس القصة كانت حصلت السنة اللي فاتت على مستوى فريق الكرة بعد النتائج المهتزة وأنه هو كمان بيتكلم على أنه يعني محتاج دعم سواء جماهيري أو حتى على مستوى الوزارة اللي بحسب البيان أثنى وزير الشباب ورياضة على جهود رئيس نادي الاتحاد وأهمية استمراره في رئاسة النادي ومواصلة التطوير اللي بيشهده نادي الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية وأكد الوزير على استقرار المنظومة الرياضية في مصر والدعم الدائم لمجالس الإدارات مبينا أن رئيس الاتحاد رجل محب للنادي ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإجابة على تطوير النادي وبالتالي فهو من النماذج التي ينبغي دعمها وينبغي دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها أعتقد محتاجين دقائق أو ساعات من الهدوء للأستاذ محمد بن صلحي حتى يتم إثناء عن قراره ترجمة نانسي قنقر